فيما يتعلق بالفساد والمفسدين التي أشرت إليه يعني أيضا تنت تذكر جيدا كل رؤساء الوزراء قالوا سنحارب الفساد والفسدين وسنضرب بيد من حديد والآن واليوم أفوا الأستاذ أثير قال أيضا السيد السوداني إنه لن يتوانى لكبح جمع الفساد الذي استشرى بكل وقاها في كل مفاصل الدولة هل بتقديرك يمكن أن ينجح سيد السوداني ما فشل به أسلافه أستاذ سعد شوف يعني أكون شام واحد رح يقعون يعني كبش فداء صدقني هم مضعين اليد عليهم أكون ناس وسطيين فعلا كانوا يقومون بملفات فساد ثم محدديهم سلفا يعني عذرا إذا صح التعبير لذلك يعني ملفات الفساد يجب أن تفتح هذا أمر أدلس الأمن إذا تذكر الإحاطة السابقة ليست الإحاطة الأخيرة إنما السابقة التي قبلها وجه مدلس الأمن السيدة بالإسخارت على الاهتمام بملفات الفساد وإنهاء الانسداد السياسي لذلك يا أخي سعد هذا توجيه دولي هذا توجيه دولي أعتقد سوف يحاسب يعني عدد من المفسدين الوسطيين إذا تشوف اليوم مسألة هيئة الضرائب ومسألة 3 تريليون و700 مليار هل كنا مهتمين بها يعني لذلك مثل هذا الملف سوف يفتح الكثير من الملفات على هذه الشاكلة لكن ما أنت تدري وأنا أدري ما ليحاسب كبار الفاسدين على مستوى وزراء على مستوى رؤساء وزراء على مستوى قادة أحزاب هذا ما أحد يجيهمهم بالتأكيد لأن البعض منهم ولا نقول لكل البعض منهم ينفذون أجندات خارجية وأيضا هم من يقومين يراعون المصالح الدولية سواء دول جوار دول إقليمية دول بعيدة المدى لذلك اليوم نحن طبعا كعراقيين ربما أصبح لا يهمنا الكثير من ملفات الفساد لأن أنا قلت لك في الشطر الأول بنظر المواطن العراقي كل الطبقة السياسية أصبحت فاسدة ومنبوذة لذلك اليوم بما يخص ملفات الفساد نعم سيكون هناك بعض الشخصيات الوسطية كبش فداء كي نقول أنه فعلا هناك فتح لملفات الفساد وهناك أيضا محاسبة وهناك محاكمة لبعض الفاسدين إذن قلت يعني أن هناك عدد من أكباش الفدا ستقدم لمحاربة الفساد ولكن هناك من رهن نجاح حكومة سيد سوداني بمحاربة الفساد على اعتبار كما يقال في المثل العراقي أن العين الحمراء مفتوحة على هذه الحكومة حكومة سيد سوداني من قبل التار الصدري وكذلك المحتجين استاذ سعد شوف يعني حسب علمي ومعرفتي باستاذ أبو مصطفى الأخ محمد الشاع صدقني لم يقبل بهذا المنصب كي يفشل هو سينجح وهو عازم على النجاح خصوصا هو يتسلح بعدم وجود منفات فساد يعني ضده لذلك هو الشرط على الإطار التنسيقي واشترط على كل القوى أن لا يتدخلون باختيار وزراء صحيح أنه قال يعني أنا ربما خط أحمر من يتدخل لكن فعلا بعض الإملاءات سوف تملى على هذا الرجل أنه هذا الوزير الفلاني شوف هو لا يعني لا يريد أن يخسر هي أعتقد سنة ونصف يعني حسب تقديراتنا الأولية أنه عمر الحكومة ومن ثم سوف يكون هناك قانون انتخابات جديد وأيضا وضع جديد وهناك مطالبات بتفعيل قانون الأحزاب وما إلى شابه لذلك أعتقد أنه هذا يعني السوداني سوف ينجح نوعا ما يعني خلال مسيرته السياسية وسوف تكتب له صراحة موسيقى